بإعلان القائمين على المشاعر المقدسة في السعودية إغلاق الحرمين الشريفين بشكل جزئي ومؤقت أمام الزوار والمعتمرين كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا فإن الكعبة المشرفة تشهد خامس حدث من هذا القبيل منذ بنائها على يد نبي الله إبراهيم عليه السلام وقررت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إغلاق المسجد الحرام والمسجد النبوي من بعد صلاة العشاء لحين صلاة الفجر بالتزامن مع قرار الرياض بتعليق العمرة لجميع المسلمين في الداخل والخارج ومنع الصلاة في صحن المطاف حول الكعبة وفي أماكن أخرى من الحرمين بسبب كورونا وتعيد القرارات الوقائية السعودية الجديدة إلى الأذهان أربعة أحداث في تاريخ البيت العتيق في مكة المكرمة تسببت بإغلاقه إحداها حدث قبل ظهور النبي محمد عليه الصلاة والسلام واثنين في العهدين الأموي والعباسي وحادثة رابعة وقعت في سبعينيات القرن الماضي هجوم أبرهة الحبشي توثق كتب التاريخ عام الفيل الذي مر على مكة المكرمة وشهد محاولة لهدم الكعبة المشرفة كأول حادث من نوعه دفع زوار المكان المقدس لتركه والاحتماء في الجبال القريبة مع تباين الروايات حول تاريخ تلك الحادثة التي يقول مؤرخون إنها وقعت في العام خمسمائة وسبعين ميلادية فيما يعتقد مؤرخون آخرون أن الهجوم حدث بين عامي خمسمائة وثمانية وستين وخمسمائة وتسعة وستين ميلادية ويمتد التباين في الروايات حول دوافع الهجوم أيضا والذي قاده أبرهة الحبشي من مملكة أكسوم الحبشة وكان يومها يحكم اليمن واستهدف تدمير الكعبة المشرفة ليجبر العرب وقريش على الذهاب إلى معبد أو كنيسة بناها وتسمى القليس باللغة الحميرية التي كانت سائدة في اليمن آنذاك بعد أن أبدو عدم اهتمام بالقليس واستهتارا بها وفق بعض الروايات وفق روايات التاريخ متعددة المصادر جهز أبرهة الحبشي جيشا كبيرا ضم في صفوفه حيوانات الفيلة الأفريقية التي لم يكن للعرب آنذاك خبرة في التعامل معها فثار الهلع والخوف في نفوس سكان مكة وابتعدوا عن الكعبة وفشل الهجوم على الكعبة بعد أن هاجم الطيور غريبة الشكل جيش أبرهة ورمته بالحجارة وأجبرته على الفرار وهي رواية مستمدة من تفسير علماء الدين لصورة الفيل من القرآن الكريم فيما تقول روايات أخرى إن الفيلة رفضت أيضا التوجه نحو الكعبة وليست تلك الروايات والتفسيرات لذلك الهجوم هي كل شيء بل ثمت روايات أخرى بينما أن عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبرهة الحبشي في طريقه إلى مكة وطلب استرداد قطيع من الإبل وقع بيد جيشه فتعجب القائد الحبشي من عدم اهتمام عبد المطلب بمصير الكعبة واهتمامه بإبله ليرد الرجل المكي بعبارة شهيرة متناقلة في التاريخ الإسلامي مفادها أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه العهد الأموي شهدت بداية الحكم الأموي للدولة الإسلامية تدمير أجزاء من الكعبة المشرفة في عهد عبد الملك بن مروان حيث هاجم جيشه بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي مدينة مكة للقضاء على حكم عبد الله بن الزبير بن العوام وحاصر الجيش مدينة مكة في العام 73 للهجرة أي 693 ميلادية وضرب الكعبة بالمنجنيق فاحترقت وتهدمت أجزاء منها قبل أن يعاد ترميمها وفق الروايات التاريخية المتعددة ورغم كثرة ما كتب عن تلك المرحلة إلا أن غالبية الروايات تجمع على أن الصلاة عند بيت الله الحرام أو أداء مناسك العمرة توقفت خلال الهجوم الذي استخدم فيه جيش الحجاج المنجنيق الكعبة البديلة ويصنف هجوم جماعة القرامطة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة كثالث هجوم من نوعه على البيت العتيق عندما هاجمت تلك الفرقة المكان المقدس في العام 317 للهجرة الموافق لعام 930 ميلادية وقع الهجوم وفق الروايات التاريخية أثناء موسم الحج وتسبب بتعطيل أداء المناسك وبدمار كبير في المكان وخلف قتلى وجرحى تباينت الروايات حول أعدادهم وذهبت بعضها لتحديدهم بعشرات الآلاف وتسبب الهجوم بخلع باب الكعبة المشرفة وسرقة كسوتها ونقل الحجر الأسود الذي يوجد في أحد جوانبها إلى مركز دولتهم آنذاك ويبقى هناك لمدة قاربة 22 عاما قبل أن يعود لمكة المكرمة حادثة جهيمان العتيبي وتعد حادثة جهيمان العتيبي التي وقعت يوم 20 نوفمبر 22 عام 1979 آخر الحوادث التي تسببت بإغلاق المسجد الحرام وعاصر كثير من السعوديين أحداثها وكتب الكثير عنها قبل أن ترد في مسلسل تلفزيوني سعودي روى في بعض حلقاته جوانب منها فقبل نحو 40 عاما اقتحم نحو 200 رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لجماعة السلفية المحتسبة الحرم المكي فجرا وسيطروا عليه بقوة السلاح معلنين عن ظهور المهد المنتظر ونجحت السلطات السعودية في السيطرة على الوضع في الحرم الذي احتجز فيه آلاف المصلين بعد نحو أسبوعين لتنتهي تلك الحادثة بمقتل غالبية المهاجمين والقضب على الباقين منهم ومن ثم إعدامهم بجانب سقوط قتلى ومصابين في صفوف رجال الأمن والمصلين ترجمة نانسي قنقر